اخبار رياضة من قناة جلدزاد الالكترونية اهلا بكم بداية قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة شارف الدين عمار اليوم الاحد انهاء مهام الامين العام محمد سعد وحسب المعلومات الاولية ان هذا القرار تم اتخاذه مع بداية اشغال المكتب الفيدرالي الذي انعقد اليوم الاحد بمقر الفاف ويأتي هذا كاحد ابرز القرارات التي خرج بها المكتب الفيدرالي الذي انعقد بحضور اغلبية اعضائه يذكر ان محمد سعد تم تنصبه كامين عام للفاف سنة 2017 بقرار من الرئيس السابق للفاف خيردين ستشيا في خبر اخر عينت لجنة التحكيمة التابعة للفاف الحكم عبيد شارف لادارة مباراة الدربي العاصمي الذي سيجمع ملودية الجزائر بفريق شباب بلوزداد وسيدير الحكم عبيد شارف هذا الدربي بمساعدة كل من بوفلفال كمساعد اول وبنعميرا كمساعد ثاني بالاضافة الى عثمان كحكم رابع وتدخل هذه المباراة التي ستجمع العميد بشباب بلوزداد ضمن اللقاء المتأخر عن الجولة الاولى من الرابطة المحترفة يذكر ان كل من ملودية الجزائر وشباب بلوزداد تعادل في المباراة الماضية لهما في البطول امام كل من نجم مقرى وشباب قسنطينة على التواري سجل اللاعبون الذين لا تزالوا مستحقاتهم المالية عالقة لدى مختلف الفرق حضرهم بوقفة احتتاجية امام مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اينما التقوا برئيس الفاف شرف الدين عمارة لطرح انشغالتهم والتقى رئيس الفاف شرف الدين عمارة باللعبين المحتجين قبل انطلاق اشغال اجتماعي المكتب الفيدرالي وهو اللقاء الذي قدم خلاله اللاعبون طلباتهم لرئيس الفاف في اخبار المحترفين واصل نادي نيس مطاردة فريق باريسان جرمان في الدور الفرنسي بعد فوز اليوم امام انجي بنتيجة هدفين لواحد لحساب الجولة الثانية عشر من الدور الفرنسي وعرفت المباراة مشاركة يوسف عطال اساسيا الذي كان وراء تسجيل ثنائية المباراة في حين شارك بوداوي في الشوط الثاني بداية من الدقيقة الثالثة والسبعين نادي الجنوب رفع رصيده من النقاط الى النقطة الرابعة والعشرين في المركز الثاني خلف المتصدر فريق باريسان جرمان هدفي المباراة سجلهم اللاعب اندي ديلار قرية الآن قررت الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم الكاف تعيين تقم تحكيم جزائري لإدارة لقاء منتخب نيجيريا أمام منتخبي الرأس الأخضر كما ضبطت الكاف الموعد إجراء الموقع يوم السادس عشر نوفمبر القادم لحسابها الجولة السادسة من تصفية المؤهلة الموندية لقطر الفين واثنين وعشرين وسيدير المباراة كل من الحاكم الدولي مصطفى غربال بمساعدة الثنائي فراري مقران وزرهوني عباس يذكر أن منتخب نيجيريا يتصدر المجموعة براصد تسع نقاط بفارقي نقطتين عن منتخب جزري الرأس الأخضر في الختام عاد المنتخب الوطني السيدات صباحة اليوم الأحد إلى أرض الوطن قادم من العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن علق هناك أقول لمدة أسبوع بسبب الإنقلاب العسكري وتم إجلاء سيدات الخضر من السودان بعد مساعي حتيثة للدبلوماسية الجزائرية في ظل غلق المجال الجوي للسودان عقب الإنقلاب العسكري وتم إرسال طائرة خاصة تابعة لخطوط الجوية الجزائرية بعد أن تأجلت مباراة الإياب أمام منتخب سيدات السودان التي كانت مبرمجة يوم الثلاثة الماضي وبهذا نصل وإياكم إلى ختم هذا الموجز الرياضي نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر